أهلاً وسهلاً بيجو إحنا بقلنا كتير بنتكلم عن السلوك النرجسي بالترابي الشخصية النرجسية وبنقول عنهم إنهم شخصيات سامة ومن الأفضل البعد عنهم وعدم تعريض أنفسنا للتلع والإذاء ولكن فيه نوع من النرجسية ضروري ننتبه لوجوده لأنه بيحطنا أمام معضلة عاطفية وأخلاقية هل الشخص ده رجل أوست كويس ولا وحش؟ الحلقة دي مأسومة نصين الأول هحكي لكم خبر في الإعلام الدولي عن شخص مشهور ونحلله مع بعض من خلال المعلومات اللي احنا نعرفها عن السلوك النرجسي والشخصية النرجسية وبعدين من خلال الشرح ده هنشرح صفات النرجسي النافع للمجتمع عشان فيه نوع من النرجسية عامل كده وده هيكون في النص التاني من الحلقة وهنستفيد من الحلقة دي حاجات كتير أهمها ضبط نظرتنا للمشاهير وتصريحاتهم وأخبارهم في الإعلام وكمان نقطة مهمة إننا نفكر بعمق أكتر فيه متلازمة I can fix him أنا اللي أصلحه عشان ما حدش حاسس بآلامه أدي أو علشان أنا الوحيدة اللي أعرف إنه عدف مشاكل في طفولته مثلا لو كانت علاقة شخصية بين راجل وست علاقة عاطفية تعالوا نحكي الحكاية الشاف الشهير جوردن رامزي معروف بشراسته وعنفه وألفاظه البسيئة نرجسي لدرجة مرعبة من الكتاب كل الصفات النرجسية شخصية النرجسية موجودة فيه الشاف الضهاء اللي بيتعاملوا معاه في برامجه ممكن يبكوا حرفياً من شدة هجومه عليه ومتهزئه ليه ودايماً كان فيه تساول هل دي فعلاً شخصيته الحقيقة؟ ولا هو بيبالغ جداً وبيمثل لزوم الشو والشهرة عشان الحلقة تبقى عليها كونتروفرسي والناس تتكلم فيها وتثير الجدل في مواقع تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والحاجات دي إلى أن جوردن رامزي قرر يحكي لنا قصته قال لنا أنه كان طفل مرعوب يتعرض للإذاء اللفظي والبدني والنفسي باستمرار في بيت أب سكير وعنيف وأم ضحية مثل إيه؟ ضعيفة مغلوبة على أمرها وبتقوله أنها بتستحمل ده علشان خطره زي أمهات كتير حتى من اللي بيسمعونا دلوقتي إلى أن جه يوم اشتعلت المواجهة بينه وبين الأب هو كان مراهك والأب في اليوم ده كان سكران تماماً وفي قمة عنفه وكاد أنه ينهي حياته فالولد هرب من البيت خوفاً على حياته وهو مراهك وكلم والدته فقالت له اهرب يا ابني بحياتك ما ترجعش البيت ده تاني وابقى طمني عليك فقرر يتعلم الطبيخ وتبقى دي مهنته عشان يقدر يأكل في الشهد وعشان يقدر يتحرك ويسافر فيهرب كل يوم أبعد عن البيت اللي سبب له كل هذا القلم والرعب والقره هو بيقول لنا كده وبدأ يدرس وهو بيشتغل ويتواصل مع أمه كل شوية يتطمن عليه إلى أنف مرة من المرات لقاها في المستشفى بعد اعتداء وحشي من أبوه وهو سكران والشرطة قبضت على الأب وعملت له محضر عدم تعرض وأودعه الأم دار رعاية للنساء المعنفات عشان يحموها من الأذى اللي كان بيقع عليها لدرجة أنها وصلها للمستشفى جوردن رامزي بيقول أن المواقف ده خلاه يحاول يبحث عن أبوه اللي خلاص بقا مشي من البيت ما هم عملوله ومحضر عدم تعرض فاختفى بقا مشي بعد عنهم وسبه فهو بدأ يبحث عن أبوه عشان يواجهه بعد بقا ما كبر ونجح وتشهر عشان يحاول يداوي جراحه القديمة ويتعافى من الأذى اللي الأب سببهوله وبعد بحث طويل وجد الأب مشرد ما عندهش بيته ونايم في سيارته القديمة في الشارع ولما قابله كانت المواجهة بينهم غريبة جدا فبدأ لقى نفسه يعني فوجئ من نفسه جوردن رامزي بيقول لنا أنه هو فوجئ أنه هو بدل ما يواجه والده أو يوباخه أو كده أعطاه بعض المال وتركه لمصيره وبعد شوية يعرف بوافاته وبيقول أن الظروف طفولته المؤلمة دي هي السبب في شخصيته المشوهة العنيفة العدوانية رغم نجاحه الباهر وأنه ما قدرش يتخلص من الصفات الغريبة اللي فيه دي بسبب شكل نشئته وبسبب اعتماده على نفسه وصغير في عالم شرس وووان طيب إحنا عارفين أن السلوك العدواني مرتبط من النرجسية المفرطة شرحنا ده في حالة أخصة لو حد يحب يرجع لها من واقع الدراسات النفسية الحديثة وكذلك محاولة إخفاء الضعف بالدعاء الكوة والسيطرة من الصفات النرجسية وكمان التعامل مع الناس باستعلاء واحتقار باعتبار الشخص النرجسي فوق البشر فحالة جوردن رامزي دي دفعاته النفسية ضد ضعفه أمام والده لما هو كان مراهك والأب راجل كبير طيب إيه المناسبة أنه يطلع فجأة يحكي لنا الحكاية دي رغم أن أي نرجسي من وجهة نظرنا المفروض أنه هو يلمع صورته أمام الناس وأنه ما يكونش فيه أي نقائص أو نقاط ضعف بالعكس أنه هو يدعي الكوة حتى لو كان ضعيف صح حيث الأمر هو قال لنا هذا الكلام في فيديو دعائي لمؤسساته الجديدة اللي قرر يعملها بعد ما أصبح أب هو بيقول لنا كده في آخر الفيديو أنه بعد ما أصبح أب بدأ يحاول يخفف من عنفه ويحاول يكون قدوة أفضل لأولاده فبيقول أنه هو قرر يكفر عن مشاكله دي بمشروعين واحد لإنقاذ النساء المعنفات والتاني لتبني الطهال وعدين من غير القادرين بحيث يتفعلوهم مصاريف مدارس الطهي الشهيرة ويساعدهم ينجحوا ده رغم أنه هو في برامجه بيواجههم بعنف شديد جدا وبهدلهم ويهزأهم ويطردهم ويتاريق عليهم حتى أونلاين تعاملوا مع الناس اللي بيتابعوا على السوشيال ميديا هيلاقي عنيف جدا في ردوده على الناس اللي بتقولوا مثلا بص على الطبخة بتاعتي ويقول لي إيه رأيك وكذا القصة دي نموذج مثالي لشكل من النرجسية المفيدة اجتماعية وبتوقعنا زي ما قلت في أول الحلقة في حيرة شديدة عطفيا لأنها بتخلق لنا معضلة صعبة من ناحية قدامنا شخص عنيف مغرور متغطر صليت اللسان بيأذي الناس البعد عنه غنيمة ومن ناحية نفس هذا الشخص ناجح في مجاله وممكن يكون مبهر جدا لدرجة أن الناس كثيرا عايزة تتعلم منه وأنه هو يعني خبير في المجال اللي هو فيه وكمان زي ما احنا شايفين في القصة دي بيعمل خير للمجتمع فهل هو فعلا اتغير هل فعلا بيكفر عن سيئاته وأصبح قدوة حسنة لولاده والشفات المبتدئين ولا بيحاول يحسن صورته أمام المجتمع لمصلحته الشخصية زي اي نرجسي ولا بيحاول يشتري الغفران بعمل الخير يعني هو فق فجأة لما كبر في السن مثلا أنه هو كان بيأذي الناس وأن دي حاجة وحشة فبيحاول أنه يتراجع بأنه يعني بألاقة تجارية زي كل علاقات النرجسيين يدفع فلوس أو يعمل مجود عشان ياخد مقابله يعني غفران من الناس وفي نفس الوقت يضمن له مزيد من الشهرة بإضافة شخصية البلطاجي التائب اللي هي شخصية بتاكل جدا في الإعلام بتنفع قوي في السوشيال ميديا وكده في قصة تتحكي لأنه فيه دراما في الموضوع وإحنا عارفين أن النرجسي عشق الدراما إيه من دول أنا عايز أتكلم مزيد من التفاصيل عن التشريح النفسي ده لأنه بيقابلنا كتير في الحياة العملية وده سبب أني حكيت لكم الحكاية دي أشخاص مشهورين كتير في مجالات كتير بيظهروا في الإعلام مثلا يعترفوا بماضيهم سواء كان سيء أخلقيا مثلا مود من أو نسوانجي أو نشأ في ظروف صعبة وعنيفة ويحكي لنا حكاية شبه حكاية جوردون رامزي كده ويطلب الغفران ويبعد جمهوره أنه يتغير الأحسن ودي من وصفات العلاقات العامة الناجحة جدا على فكرة لأنها بتقرب المشهور من الجمهور كإنسان عادي زيهم وتكلمنا قبل كده في حلقة الدراما والنرجسية ارجعوا لها شرحنا تاريخ استخدام التلعب النفسي في الترويج للمشاهير أنا شخصيا اتكلمت مرة مع محترف علاقات عامة للمشاهير قال لي حرفيا اللي مالوش ماضي بنخترع له ماضي حسب الطلب عشان يكون ناكتم مع الناس عشان الناس تحس به ويبقى فيه قصة تتحكي في الإعلام لما يعملوا له انترفيو في برنامج أو وتفر يبقى عنده حاجة يقولها مش مجرد ان هما جايين يقولوله انت شاطر وهيل وهو يقولولهم طب شكرا لازم بقى فيه قصة تتحكي فالراجل ده قال لي حرفيا اللي مالوش ماضي بنعمل له ماضي بنقابل نموذج النرجسي المفيد للمجتمع في الشغل ناس كتير مننا عندهم مدير نرجسي أو حتى سايكوباتي نفعي استغلالي متسلق على أكتاف الآخرين بيدعي شغلهم لنفسه وفي نفس الوقت نجم وناجح ومتقلق ومتمكن جدا في مجاله وخابير كبير فيه وكل الناس بتتصابق تكسب وده وتتعلم منه ويعلنوا ان هما يفتخروا ان هما تلاميذه أو نجم تمثيل او موسيقى او رياضة مغرور طول الوقت بيفخر بنفسه وتكلم عن أمجاله ويلما عصرته ويتمنظر بممتلكاته الغالية وحياته المرفهة والمعجبين والمعجبات وانه هو نمبر ون وفي نفس الوقت هو حبيب الملايين ورغم نرجسيته الواضحة بيكسب جمهور بالملايين الشخص اللي من نوع ده طيب ولا شرير عادي ولا نرجسي مفيد ولا مؤذي دعونا نبتدي من الأول هو إيه اللي بيخلي أي حد نرجسي جاوبنا بالتفصيل في أول حلقة خالص ما هي النرجسية وقلنا ان الدراسات وجدت ان العوامل البيئية اللي هي الأسرة والمجتمع مسؤولة عن 75% من نسبة الإصابة بالاضطراب الشخصية النرجسية بالذات بينما العامل الوراثي الجيني لا يشكل أكتر من 25% من المشكلة إذن أدي أول نقطة دايمان الشخص النرجسي هيكون في حياته ظروف مأساوية الأسرة النرجسية بتربي الأطفال بشكل مشوه بيحولهم إما نرجسيين copy من النرجسي لأذاهم أو ضحايا مثاليين للنرجسيين لأنهم إما بيربوا بالعنف والترهيب والعقاب والإذاء أو بالدلع المفرط والإهمال وفي الحالتين فيه تأثير عميق على شخصيات الأطفال فإذن البيئة اللي كبر فيها الطفل النرجسي حتما كان فيها مشاكل يعني لما حد يجي يحكي لنا إن كان فيه مشاكل في طفولته هي اللي سببت شخصيته السيئة دي دا مش اختراع ولا حالة خاصة ما هو ما بقاش كده إلا عشان دا فقادي أول نقطة مهمة وبالتالي ليه بنقول للأب والأم اللي أزواجهم نرجسيين ما تتحججوش أنا مستحمل عشان الولاد أو أنا مستحمل عشان الولاد لأنه كده بتسهمه في أنه تعملوهم نسخة من الشخص المؤذي أحد نتائج التربية النرجسية زي ما شرحنا في حلقات سابقة الطفل العصبي الغاضب العنيف اللي بينتقم بينتقم من كل من يشبه أهله أو كل من يعتقد أنه تسبب له في جراحه في الطفولة بما في ذلك المجتمع فإحنا كده بنوصف في الشخصية المعادية للمجتمع يعني إحنا وصلنا عدينا بقى النرجسية ودخلنا في حتة أغمق شوية قريبة من السايكوباتية فالطفل ده بيكبر عايز يقول أنا هو ويعتبر ده قبل غرد على اللي أبوه أو أمه أو هو أفر اللي كان في حياته النرجسي كان بيحسسه أنه هو لقي متلاه أو مش متشاف فعشان يتشاف ساعات بيخرج عن المألوف جدا لدرجة الأذى ممكن يرتكب جرايم أو ينتحر أو ياخد مخدرات أو يعمل واتفر عشان يقول أنا هو عشان يظهر عشان يحس أنه متشاف أنه موجود وبينجح بيستميت عشان ينجح نجاح مبهر ويتفوق ويبقى نمبر وان عشان ينتصر ويثبت أن اللي كان بيقوله أنت مش موجود أو اللي كان بيعامله بشكل عنيف ده ما كانش عارف إمته ولا يستحقه لو على النجاح بس فاحنا مالنا ما دي حاجة كويسة بقى هو مشاكله النفسية دي جواه دماغه وانا مالي ينجح بقى برحته لكن الشخصية اللي من النوع ده مش كفاء ليه ينجح هو لازم يجرح مع النجاح ليه عشان يشعر بالقوة والسطوة والسيطر أنه بعد ما كان مفعول به أصبح فاعل أصبحت مصائر الناس في إيده وقدر يبدل الأدوار مع الشخص اللي أزاه في الطفولة فقادي جزء من تشريح الشخصية بتاعت النرجسي المفيد للمجتمع لو كان شخص عنيف وعصبي زي القصة اللي حكيناها بتاعت جوردن جوردن رامزي هو ليه بيهزق الناس رغم أنه هو بيقول أنه تأذى في طفولته من أنه تهزق والضرب وتهانوى ما يعمل عكس ما يرحم الناس هو بيعمل كده ليه عشان عايز يثبت أنه هو تفوق أنه هو تجاوز الجرح ده بالشكل ده يعني أنا مش بقول إن ده حاجة كويس أنا مجرد بشرح الشخصية فأي هنا يرجسي عموما اللي تسبب له في شخصيته المؤذية أنه نشأته كان فيها مشاكل فبالتالي هنا فيه سؤال أخلاقي مهم جدا هل ده مبرر لسلوكه المؤذي لاستغلالي عشان يعني غالبان كان عدى في ظروف صعبة نتناقش في التعليقات هل ده سبب كافي إننا نعتبره ضحية وملوش زند فنتعطف معاه ونغفر له سلوكه المؤذي ونقرر نسنده ونصلحه اللي هي متلازمة I can fix him بتبتدي دايما كده قصة قطع القلب تخليك تقتنعي أو تخليك تقتنع إن أنت مسؤول عن إصلاح الشخص النرجسي ده وإن هو اقتمنك على ألامه وأحزانه دي فأنت دلوقتي بيت مسؤول عن إصلاح هل ده صح؟ في حلقة هل النرجسي متعمد الأذى ردنا بالتفصيل على التساؤلات دي ولكن هي مهمة في سياق القصة اللي احنا بنقولها دي والإجابة باختصار إن أي إنسان راشد عاقل يقدر يتحكم في تصرفاته ويمتنع عن الأذى باختياره النرجسي مش فاقد الاختيار ولا الأهلية بسبب الجراح اللي حصلت له في الطفولة دي مفيش حد فينا خالي من الأذى والجراح والخبرات المؤلمة مفيش أي حد فينا كبر طفولة مثالية وحياة مفيش فيها غلطة ومفيش فيها قلم ومفيش فيها خزلان ومفيش حاجة كده كلنا تعرضنا للخبرات المؤلمة إش معنى إحنا مش كده وإش أشخاص النرجسيين محتاجين مننا نتخلى عن نفسنا ونضحي بنفسنا عشان نداوي جراحهم فلازم نقف قدام المراية وإحنا بنقع في الفخ العطفي ده كلنا نقدر نتحكم في تصرفاتنا ونمتنع عن الأذى مدومنا أصحاء ما عندناش خلل كبير يوذهب العقل وزي ما سمعنا من ده كاترة الطب النفسي اللي استضفتون في الحلقات النرجسية والطربات الشخصية عبوما لا توذهب العقل لا تؤثر على الاختيار يستطيع الشخص أنه يقول لا مش عامل غلط لأن ده غلط ولأن ده حرام ولأن ده مؤذي ليه وللناس مش زنب كل الناس اللي الشخص ده بيقابلهم في حياتهم إنه يعقبهم على حياته الشخص المفيد للمجتمع الفانكشنال نارسسيست شخص نرجسي عنده كل صفات وسلوك النرجسية ولكنه بيعرف يوظف الصفات دي عشان يكون مفيد ومهم في بعض الوظائف اللي المجتمع محتاجة زي الشو بيزنس والإعلام والوظائف اللي محتاجة قوة وسيطرة زي وظائف المال والأعمال والسياسة والقيادة ولكن ده لا ينفي إنه في علاقاته الشخصية قد يكون مصدر ضرر للناس اللي حواليه لأن كل تركيزه أو تركيزها على مجدوم الشخصي باستخدام الآخرين مثلا فضايح المشاهير في كل أنحاء العالم في علاقاتهم الشخصية في أمريكا أار كالي وبيل كاسبي اللي غويين علاقات مع قاصرات فضايح أمبر هيرد وجوني داب فضايح الكارداشيانز كونهم مشاهير مش معناه أنهم قدوة خلي الجمهور يتخيل إن المشهور ده كائن مختلف فوق اللوم والعقاب ولا تنطبق عليه قواعد السلوك العادية وطبعا ده غلط وممكن تسمعوا التفصيل في الحلقة طيب في نقطة هنا مهمة جدا غايبة عن ناس كتير من الجمهور إن أي مشهور في أي مجال يقدر يتعاقد مع شركة كبيرة محترفة دعاية وعلاقات عامة تحسن صورته قدام الجمهور بطرق تلاعب نفسي معقدة جدا مدروسة علميا وتطبق بحزفرها وتؤدي لنتائج ملموسة يمكن قياسها وبيحسبهم عليها بيدفع فلوس ومقابل إن هو ياخد نتائج يمكن قياسها والكلام ده تكلمنا عليه بالتفصيل في حلقة النرجسية والدراما ياريت ترجعوا لها فيها تاريخ بداية هذا التلاعب النفسي من بداية القرن العشرين وهتعرفوا فيها معلومات مهمة جدا عن الإعلام والإنفلوانسر والماركتين والأونلاين ماركتين بيشتغل إزاي نفتكر مع بعض كمان إن كل نرجسي زي ما قلنا عنده حكاية تقطع القلب بيستخدمها لكسب التعاطف في أي وقت فيه مصلحة لي ممكن يعترف بالضعف أو يقول إنه نادل ووحش أو نرجسي وهو عارف إنه هو نرجسي وعارف إنه مؤذي وكونوا بيقول ده علنا مش معناها إنه هو أوتوماتيك يعني يندم على أخطاء ووتاب وأناب وهيتغير هو عارف كويس إنه هو بيستخدم التلاعب العاطفي ده عشان يحصل على شيء الناس اللي بتسمعنا لأول مرة حلقات حية للتلاعب فيها وصف تفصيلي لكل حية للتلاعب اللي بيستخدموها النرجسيين عاطفيا عشان يحصلوا على اللي هم عايزين إحنا عارفين إنه النرجسيين عندهم إنه دام تعاطف مع الآخرين فصعب يتغيروا عشان بيصعب عليهم اللي هما بيقذوهم يعني ما فيش نرجسي بيتغير عشان واجعوا إنه هو قز حد تاني فيش حاجة من دي فحاولوا تفوقوا من التلاعب النفسي ده الناس اللي بيستقع فيه ومصدقة إنه النرجسي ممكن لما نستعاطفه ويعطف علينا ومعندوش تعاطف أساسي وكمان عنده مشكلة قلة الوعي الذاتي يعني مش شايف نفسه في المرايب ووضوح مخبي عن نفسه جوانب في مشاعره وشخصيته وأفكاره متجاهلها ومتنسيها ومش عايز يواجهها ويعترف إن هي وحشة النرجسي النفع للمجتمع الفنكشن النارسيسيس عنده نفس المشكلتين دول فهو في حياته الشخصية وفي التعامل الوان تو وان التعاملات الشخصية حيبان عنده هزي المشاكل ولكن في تعاملاته البابلك مع الجمهور هو في إيده إنه يضبط شكل التعامل ويعمل إمج لنفسه مختلفة عن حقيقة الأمر ده فلما يحاول يقنعنا إنه ما عندوش المشكلتين دول ودغير فجأة رغم إنه تاريخه معانا بالسنين بيقول العكس فلازم نحترس من الوقوع في فخ التلاعب العاطفي ده ونقف شوية نفكر بهدوء ونحل الموقف ونتقدم بحضر شديد لو دي علاقة شخصية سواء علاقة عاطفية أو شغلة أو شراكة أو أي إن كان صداقة وتفرق هل أنا كده بحكم على جوردن رامزي أو أي مشهور إنه هو بيتدعي أو بيكذب لما بيقول لنا إنه هو بيعمل خير أو تغير للأفضل لا أنا معرفوش شخصية أنا محدش فينا أتعامل معاه إحنا الجمهور اللي زي ما قلت شايف القناع مش الشخصية الحقيقية اللي بيشوفوها الناس اللي في البيت كل يوم فعمرنا ما هنعرف الحقيقة أنا مجرد بوضح العوامل المؤثرة اللي قد تكون خافية علينا عشان ما نفكر في قصة أو موقف أو تعامل سواء شوفناه بيحصل لحد تاني سواء حصل لنا نعرف نفكر إزاي إيه هي العوامل اللي بنفكر على أساسه طيب إيه صفات النرجسي النافع للمجتمع بعد ما حكينا القصة الطويلة دي انتو فاكرين في حلقة سابقة في حلقات النرجسية والدراما حللنا شخصية المحامي زين سابت من مسلسل سودس بالعربي اللي بيقوم بدوره براعة أسر ياسين الوحش الهادي البارد اللي بيمسح أي حد يقف قدامه سواء بالكارزمة المغناطسية الطغيقة أو بالتفوق الرهيب في شغله لدرجة بهرة تخلي الناس تغفر له أي حاجة لأنه محدش زيه في مجاله فخلق يعني ما سموح له بقى يعمل المباداله يعني رغم أن فيه كل بلاو النرجسية والسايكوباتية لكن بيعرف يوظفها بزكاء ويحولها المميزات خارقة أنها تخليه ناجح ومتفوق وظاهر جدا ومبهر في نجاح في ناجح يعني في مجاله زي أنه يكون طبيب شهير فنان نبغة بزنس من عالمي الكل منبهر به وبيتكلم عن نجاحه وبالتالي لو بيشتغل في مكان هيتحول لمورد نادر وغالي للمؤسسة اللي هو فيها دي بحيث يعتمد عليه كأحد دعائمها ولا يمكن الاستغناء عنه عشان المؤسسة دي تفضل متفوقة وبالتالي التجاوز عن أسلوبه المكيافلي اللي هو الغاية بر الوسيلة والتجاوز عن انعدام التعاطف والرحمة من المشاعر لانه بيضغط على اللي حواليه حققه نتائج وكمان بيعمل انجازات وبيعمل نتائج فخلاص ده اللي المؤسسة عايزة تشوفه اننا بناخد فلوس او بناخد انجاز ونجاح عن طريق الشخص الفلاني ده فأول صفات النرجسي النافع المجتمع كارزم طغية واسق فخور بنفسه جدا بشكل ظاهر معتني بمظهره غامض قليل الكلام لما بيتكلم عن نفسه بيبقى الكلام منمق كده ومتستف يطلع بيه في برنامج ولا يطلع بيه في حتة الناس تنباهر يا سلام الشخص المهول الرهيب ده بيتكلم بهدوغه بحساب متحكم في مشاعره جدا وردود أفعاله لانه مذاكر قبل ما ييجي بيبصلك في عينيك بيقراك بدقة وفي نفس الوقت هو ملامحه سابتة وجامدة ما تقدرش تقرأ بمشاعره الحقيقية من خلالها مش بالضرورة واسيم بالمقاييس المعتدى وقف على مصرح تحت سبوتلايت وانت جمهور دايماً هيستعرض انجازاته سواء بالكلام أو بعرضها فعلاً في المكان اللي هو فيه في مكتابه وفي بيته وفي قطة فتلاقي بقى فيترين كبير كده وحاطت فيه بقى الكقوس والشهادات والمش عارف ايه اللي كسبه والحاجات دي كلها بحس تفضلت قدامك طول الوقت فكرك هو مين وانت مين كل حاجة فيه بتقول انه عنده سيطرة قوي ومسيطر وعنده قدرة على التحكم ده بيخليه عمزة الموناطيس بيعرف يشعرك انه مجرد انه سمح لك تقرب منه ده في حد ذاته انتصار كبير وشرف ليك لازم تدفع عنه بكل طاقتك فبيخليك بقيت من القروض الطائرة أوتوماتيكلي اول ما تتعامل معاه من غير ما يبزل المجهود كبير من خلال الكارزمة الطاغية والحضور الطاغي بتاعه ده بيخليك تبقى تحت أمر وعايز تعمله أي حاجة عشان تحافظ على وده وعلى العلاقة معاه لانك حاسس ان العلاقة معاه دي مكسب كبير جدا ليك وده قمة نجاح الشخص السايكوباتي أو النرجسي هو كمان في الحقيقة شاطر ومتمكن في مجاله والإجابة على الناس اللي بتقول هل النرجسي نجح ولا فاشل وبيكذب علينا لا ممكن يكون ناجح جدا زي الحالات اللي بنتكلم عليها دي هو جو جاتر هاي أتشيذر مبهر نجح في مجاله وبالطبع هيكون غني عنده منصب مسيطر وقوي ومتمكن ولذلك هيحرص جدا يبني صومعة أسطورية لأنه هو شايف ندي تركته في الناس اللي هتفضل تحكي عنها الأجيال بعد ما يموت النرجسي حلمه الخلود زي ما قولنا قبل كده وزي ما سمعنا من سام فاكنن أشهر نرجسي في العالم في اللقاء الحصري معاه هو بنفسه معترف أنه نرجسي مؤذي وبيقول أنه بيساعد الناس عشان يوظف نرجسيته لخدمة المجتمع ودي مثال كمان تعملنا معاه وحوارناه وسمعناه وممكن يكون إجابة على تساؤلنا في أول حلقة عن قصة جوردن رامزي هو بيعمل ده فعلا ولا بيعمل ده عشان بيخدم مصالحه طبعا احنا اتكلمنا معه أشهر نرجسي في العالم وقالنا أنه هو بيساعدنا نفهم النرجسيين عشانه وفيد بالنسباله أنتم متخيلين لغاية فين فأي حاجة تحت ده ممكن جدا نشك فيها أنها لمصلحة شخصية طيب دي صفات مثالية للنجاح فين المشكلة المشكلة أن نجم النجوم ده بما أنه بارد ومنعدم التعاطف بيستخدم الناس لأي حاجة تفيده شخصيا بيستخدم حياة التلاعب والسيطرة النفسية على كل من حاوله بلا استثناء ببرع منقطعة النظير عشان يحقق اللي هو عايزه سواء في مجاله سواء في علاقاته شخصية سواء في تلميع نفسه واتأفر بحيث أن يطلب من أي حد حواليه أي حاجة يجري يعملها له من غير تفكير لأنه زي ما قلت الناس منبهرا هم قريبين منه وبيقنعك أنه مصلحتك واحدة وأن أنت لو ما حقتلوش مصلحته أنت الخسران دي التركة الكبيرة جدا اللي بيستخدمها النوع ده من الناس وهيخترق بعناية بعد ما يعرف نوء ضعفك أو سر عندك خافة فضح ويبدأ يلعبك بالخيوط زي العروس الخشب ويقنعك أن تنفيذ كل الأوامر وبأي تمن ولو على حساب نفسك شرف كبير ليك لأنك سهمت في نجاح محسن بالعظيم الفخيم شخصيا فالناس اللي بتشتغل مع شخص نارسيسيست في الشغل أكيد عدوا في الفيلنجز دي ممكن طبعا يعمل لك جميل كبير بحيث يشتريك به لأن زي ما قلنا علاقات النرجسيين علاقات تجارية فهو بيقدم السبت عشان يلاقي الحد ما بيعملش الخير لمجرد أن يعمل الخير وهنا تاني نرجع لقصة جوردون رامزي هل بيعمل المؤسسات الخيرية اللي عملها دي عشان هو نفسه عمل الخير فعلا ولا عشان مستني حاجة من وراها قيا كانت هي ايه بالنسبة لمصلحه الشخصية يعني احنا مش لازم نجيب نجيب على جميع الأسئلة في الحلقة أنا بفكر بصوت عالي معاكم عشان زي ما قلت نتعود نفكر صح في كل المواقف اللي بتعدي علينا بشكل حيادي وبشكل موضوعي ونشغل مهارة الكريتيكال ثينكين اللي اتكلمنا عليها في إحدى الحلقات قبل كده السؤال الذهبي هو هل المهارات والسلوكيات والسمات الشخصية اللي حققت للفنكشنال نارسسيست والسايكوبات النرجسيين النافعين للمجتمع كل هذا النجاح الصاحق في دنيا البزنس أو الفن أو الرياضة أو غيرها هل هي المهارات المطلوبة لنجاح العماقات الشخصية والأسرية اللي جاء بلا مبدأ الغاية وبرر الوسيلة الشعور بالانتصار لضماره وعذاب الخصم مفيش رحمة إن الشخص ده يبقى روسلس عدم احترام الضعف وإنعدام التعاطف ممكن يوصلوا للمستويات يعني مبهرة من النجاح باستخدام هذه المهارات ولكن بأي تمن لو الشخص تعامل كده مع أقرب الناس إليه هيضمرهم فقيسوا على كده باقي الصفات فإذن مهم كمان نفتكر إن النرجسيين بوشين فبينما النرجسي أو السايكوباتي الكف ناجح ومحبوب في الشغل اللي في البيت واللي في العلاقات الشخصية يشوفوا الوش التاني ومعاناتهم هتكون نفس اللي بنشرحه في الحلقات فاللي بنشرحه في الحلقات في التعامل مع الشخصية النرجسية عن قرب في الدائرة القريبة من الشخص النرجسي رجل أو ستسة وداخل البيت أو في الشغل مش هتتغير لو كان هذا الشخص موبر النجاح المهمة جدا اللي الناس هتبقى اللي في الشارع بتحسد أسرته عليه وبعدها رأي أسرته فيه على حقيقتهم ومعاشرتهم ليه داخل البيت قد يكون صادم جدا حلقة تمثيلات الأسرة السعيدة فيها التفاصيل لهذه النقطة فإذن القاعدة الأساسية هي لو تضاربت الأقوال والأفعال احنا نركز في الأفعال في تاريخ هذا الشخص العمل معنا بتاريخه كله مش آخر تطور أمامنا فقط أنا عارفة أن أنا في الحلقة دي قدمت لكم المزيد من الأسئلة مش بس إجابات للسؤال الأصلي ولكن ده في رأيه جمال النقاش والمتعمق في موضوع نعرف عنه كتير لأنه بيبدأ يخلينا نشوف أعمال جديدة من النفس البشرية ومن التعاملات الشخصية تساعدنا أن نماشي حياتنا بشكل أنجح ونحمي نفسنا من الأذى ونفجيت كده يعني نقود حياتنا في اتجاهات تبعدنا عن الأذى وتفتح لنا طرق يعني مفيدة بالنسبة لنا أكتر خصوصا أنه الكلام اللي بنقوله ده تطبيقي ومرتبط بحياتنا كلنا وفهمه هيحسن جودة حياتنا سواء في البيت أو في المجال العام أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقة زي ما أنا استمتعت بيها وحتشوفوا القصة دي نفسها حكتب لكم بقى قصة جوردون رامزي باللينكس بالتفاصيل بالمصادر على فيسبوك تقدروا ترجعوا لها هناك ونكمل نقاش أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بكل خير وسعيد